يُعاد ملف العلقات بين الجزائر وباريس إلى الواجهة في انتظار أي معلومات عن تأكيد أو تأجيل لزيارة كانت ستقود الرئيس تبون إلى فرنسا في تشرين الأول قبل تغيير المعطيات والدخول البلدين في أزمة دبلوماسية أخرى إثر إعلان فرنسا موقفها الجديد من القضية الصحراوية على أرض الواقع تبعث باريس رسالة قبل أيام للجزائر من خلال زيارة مستشرة الرئيس ماكرون كلاغ لجوندغ زيارة تعتبر حسب مراقبين محاولة لإعادة التوازن للعلاقات الثنائية في إطار خطة الطريق الجديد التي تريد السلطات الفرنسية اقتراحها على الجزائر هناك زيارة دولة لرئيس الجزائر إلى فرنسا لكن ليس في التاريخ المحدد سابقا وسيتم ربما تحديد تاريخ آخر إذا قابلت السلطات الجزائرية بذلك لأن لحد الآن ليس هناك رد رسمي للسلطات الجزائرية على طلبات فرنسا لتطبيع العلاقة من جديد من جهة أخرى يتنبأ مراقبون بتوالي الزيارات من الطرف الفرنسي إلى الجزائر بينما يؤكد آخرون عدم بروز أي معطية حول موقف الجزائر حيال هذا الملف تهدفه في الأساس إلى محاولة العمل على إعادة بعض العلاقات الجزائرية الفرنسية وهي محاولة من أجل أن تبنى العلاقات وفق الوضع الجديد الذي عليه فرنسا في موقفها من القضية الصحراوية أعتقد بأن هذه المحاولة لم تطمر إلى حد الآن نتيجة لعدم تغيير كثير من المواطئات سواء متعلقة هنا في الجزائر ورؤيتها في ما يتعلق بالقضية الصحراوية أو كذلك في الملفات الخلافية ويضاف موقف فرنسا من الصحراء الغربية إلى تاركة سياسية شائكة تتسبب في كل مرة في أزمة بين البلدين حجم الملفات بين فرنسا والجزائر كان يحول في كل مرة دون القطيعة بينهما ولكن إعادة ضبط العلاقات في هذه المرحلة بالذات لن يكون بالأمر الهيين نظرا لحساسية ملف الصحراء الغربية ومن جهات أخرى فإن للجغرافيا منطق خاص يقتضي ضرورة التنسيق بين البلدين فستستطيع فرنسا والجزائر تجاوز هذه الخلافات من خلال تكييف معادلة سياسية جديدة للجزائر صاربانا اليوم ترجمة نانسي قنقر